سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في فيديو جديد ومليان مشاعر والله العظيم أني مرة متحمس للفيديو هذا بشكل ما تتصورونه لدرجة أني حاولت رص الهدايا اللي وصلتني على الطاولة واختفيت أنا اختفيت وفيه أصلا هنا كياس موجودة فأحياكم الله في الفيديو هذا للمعلومية هذه الهدايا كلها كانت من المتابعين يوم كنا في موسم الجيمرز وبرضو للمعلومية لنا شهر في موسم الجيمرز في الرياض والله العظيم أني استمتعت بشكل ما تتصورونه ومره متحمس أني أشوف الهدايا هذه معاكم فعشان كذا خلونا نبدأ يلاها الحين نزلها يلا قبل ما نبدأ هذا الفيديو والله العظيم شكر شكر كبير جدا من أعماق القلب لكل شخص جاء سلم علينا في موسم الجيمرز وكل شخص أهدان هدية أخذ من وقته أخذ من فلوسه ماهما كانت الهدية بسيطة ولا كبيرة والله العظيم أني مر متحمس لها درا ما عد أعرف أسولف ما أدري كيف أطلع التعبير حقي لكن عموما نبدأ بأول هدية معنا ليش الصوت كأنه أغرب المنتجات ليش؟ ليش نبدأ بأول منتج ما ما ندخل هذه هدايا زبدة الهدية الأولى من شخص لطيف جدا جدا وأول ما أعطاني الهدية هذه قال يا أخي ترى أنت لك مدري كم حلقة تنزل أغرب المنتجات ومع ذلك ما تعرف كيف تفك الصناديق فعشان كذا بعطيك مشرط فالله يعطيك ألف آفيا صديقي العزيز في رسالة هنا أبيك تدخل سبع مليون وانت تستخدم المشرطة هذا والله العظيم شكرا فيه ختم هنا بعد ها 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 الهدية عشان الهدايا الثانية نفكها بالمشرط هذا وبرضو هنا في علاقة مفاتيح على شكل مفتاح وبرضو مشرط في نفس الوقت شكرا 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 والله العظيم بيفيدني كثير وبإذن الله أن يستخدمه في كل منتجاته بغيتقول روح المنتج اللي بعده ما يتوب ما يتوب الهدية الثانية طبعا فيه هدايا كثير جتنا عبارة عن شوكلت ولا بطاطس ولا مدري إيش فتعمتني ما أكلها إلا بعدين عشان ما أخرب جول فتح الهدايا هذا شكرا على الهدية وشكرا برضو على الرسالة وننتقل للهدية الثانية نجي للهدية هاي طبعا عندنا رسالة ورسالة ثانية ودبدوب يتعلق بالسيارة شوفهم كيف تقدر تعلق بالسيارة وبرضو عندنا ملعقة بس ما تدرون عليها الكلام وط الكلام المساح يا عسل يا عسل مدري إيش هاي هاي يا عسل أولا 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 اولا استمري أفضل يوتيوبر صالح يحبك من إبراهيم الله يسعدك يا إبراهيم شوفوا كيف كمية البساطة في الملعقة هذه إلا أنها والله العظيم إنها سعدتني شكرا لك يا إبراهيم ذبدوب جميل والله وهذا إبراهيم رسمني هنا أو رسم الشعر حقي والله يا رايف وهنا في رسالة من إبراهيم أهلا يا أحلم أنه ورنا في الرياض صالح أفضل مصمن بيوت في العالم يا أخي يا أخي شكرا أخيراً أحد يقدر الذوق حقي وترى في كثير ناس في اليوم كنت في موسم من الجامرز يقولون نرجع لتنظيف البيوت ودائماً سألهم يا شباب متأكدين هل ذوقي كويس أكمل متأكدين يقولون إيه فإذا كملت وما عجبكم الذوق أنا ما لي دخل هم يقولون كمل أتمنى تعجبك الهدية وصاحب أفضل مشروع تعديل سيارة الله يسعدك يا إبراهيم والله إنها أسعدتني إبراهيم ومحمد شكراً شكراً لكم إبراهيم ومحمد ويقول لي الجود بالموجود والله إنك أسعدتني لا دقيقة فيه شجرة شاهدون الشجرة هذه الصغيرة وفيه شيء فك فك دوالي بحق إيكيا شكراً شكراً يا إبراهيم ومحمد الله يسعدكم ما قصرتم شكراً للهدايا الجميلة هذه الهدية هذه مقدمة من بنتين أتذكرهم قالوا هذه الأمك أمنا سوتها فهذه الأمك والله يسعدكم شكراً لكم والله العظيم أنها مرة رهيبة ويما أرى ما رأيك هذه لك إن شاء الله أمي أد موجودة في الباحة الآن تنبسط بالأجواء الله يهنيها إن شاء الله متما ترجع بس أعطيها ما تسمون هذه مو بقائل الوقائل يتحط يدك فيها وتمسك لكن هذه ما أتذكر والله إيش اسمها وبرضه أوه علاقة مفتيح هذه والله حلوة والله مرة رهيبة الله يسعدكم شكراً لكم على الهدية الجميلة هذه وبإذن الله أخلي يومي تدعي لكم إن شاء الله نأتي للهدية هذه معمول تمر والله يشوف البساطة والله إنها تسعد يا جماعة البساطة هذه وعندنا هنا رسالة من ريف توقع ريف شرط القوي طيب بسم الله أوه سوارة بس لاحظة ليا كده هذا اللي فوق كأنه مقطوع شوي هذه سوارة أنا ما لبس والله أساور يا جماعة لكن شكراً الله يسعدك يا ريف شكراً لك على الهدية الجميلة ما قصرتي الله يعطيك ألف عافية نجي للهدية الجميلة هذه هذه رسمة وشفتها قبل والله العظيم إنها مرة عاجبتني شكراً فيه اختلاف أدري 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 فيه اختلافات بسيطة بس والله إنها جميلة نور حسين الله يسعدك يا نور شكراً شكراً لك على الرسمة مع أن شعري مشيب هنا بزيادة صح في الواقع مشيب بزيادة أم لا نفس الشي توقع أنه مشيب للأسف شيبنا شكراً لك يا نور طبعاً من أكثر الشيء اللي دينا يا جماعة ورود بس مشكلة الورود إنها يوم يومين تموت ما يمدينا نحطها في كاسة موية ومدري إيش لكن الله يعطيكم العافية على الورود الجميلة السلام عليكم من ميقرين إلى أوبلز أتمنى لك التوفيق وراح أدعمك إلى الأبد الله يسعدك يا ميقرين ويحفظك ويسر لك دربك ترى دعائي من القلب فتحملوا أنه مو مرتب فشكراً لك يا ميقرين الله يسعدك يا رب وشكراً لدعمك والله إني مبسوط يا جماعة شكراً لكم كلكم والله على الهدايا الجميلة هذه وأنا آسف أن الوردة صارت كذا وجارة عليها الزمان لكن حاولت أني أنقذها ما قدرت وهذا يا جماعة الخير أتوقع أني عطر أحد الأشخاص أعطانا العطر هذا أوه بس فكيت ريحته ووصلتني شوف يعني هذا الحساب أتوقع أن حقهم شلبي اسمه شلبي 2020 أوه موصبر اسمه سبينل أوه والله جيد والله رهيب شوف هذه العلبة الأولى وأتوقع أن كل العلبة لها ريح مختلفة بخيت على نفسي أنا ايه كل العلبة لها ريح مختلفة تماما وهذا ما لونه إذا وردي ممم أوكي حلو ريحته والله طيك العافي يا صديقنا الجميل والله ما أتذكر أساميكم نص اللي يعطوني هدايا ما أتذكر أساميكم فتكفون اللي بيعطي هدية يحط اسمه عشان نقدر نتذكر لأن والله العظيم الذاكرة لكم عليه يا جماعة نجي للهدية هذه 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 بسيطة جدا شرابات بيتزا الله يعطيكم العافية شكرا اللي جاب لي الشرابات الجميلة هذه ما في رسالة للأسف أعرف من مين يا أخي شكرا على الشرابات الله يعطيكم العافية شكرا والله رهيبة طبعا أثناء ما أنا قاعد أدور في الهدايا لقيت هذه مرمية بين الهدايا فما أتذكر من مين أتذكر أن هناك ناس كويتين قالوا جيناك من الكويت وتفضل هذه الهدية الله يعطيكم العافية ونورتوا سعوديتنا وإن شاء الله منكم مبسطته في ديرتكم الثانية لكن أتذكر هل هذا الشيء أو معه شيء ثاني أطيتوني هذا أو فيه أشياء ثانية لما يدري هذا البنز اللي تعلقها في الملابس أو في الشنطة كويت وسعودية الله يعطيكم العافية شكرا لكم أخواننا والله للكويت أوكي عندنا هنا الشي اسم هذا اليمامة غندور بسكوت أو كوكيز فيه رسالة آه هيا ماجد الهاجري الله يزدكي هيا ماجد شكرا لك على الرسمة الجميلة أولا ثانيا شكرا على البسكوت أهلا يا صالح أنا أشكرك شكرا كثير على مواصلة اليوتيوب ولك هدية بسيطة تعبت عليها الله يسعدك يا هيا حلو الهدية والله شكرا شكرا يا هيا الله يعطيك العافية طيب الهدية هذه من من راكان والوليد شيتوس قوديفا شوكلت عندنا لبان شوف البساطة بساطة والله العظيم بس إنها تسعدك سعادة شكرا يا راكان والوليد على الهدية الجميل الله يسعدكم أطيكم العافية هذه الهدية والله ما أتذكر من اللي أعطاني إياها وما أتذكر إذا كانت الحالة أو لا لكن والله إنها جميلة مو مكتوب شيء لكن ذلاست فاصل الجزء الأول ذلاست فاصل الجزء الثاني حلو مرة والله جميلة الله يطيك العافية اللي جابها لي الجميلة في الموضوع أنهم يعرفون أني أحب ذلاست فاصل فجايبين لي الصورة هذه نجي الهدية بسيطة برضو سنيكرز كراميل بساكيت كويس إنها مذابت أنا ما أكلتها للحين خليها لبعدين إن شاء الله العلبة سعيدة إنها شافتك الله يسلمك بريسلت وذ لوف سوارة مع الحب آه هذه تعليقة مفتيح حلوة والله هذه تعليقة مفتيح وهذه إيش هذه السوارة وين ذي لولبسة تنقطع تكفى أوكي شكرا شكرا للأساور الجميلة هذه الله يطيك العافية شكرا لكم من أغرب الهدايا تي شيرت أو بلوفر أو تي شيرت كامل مقاسي يا شباب توقع إنه مقاسي لا والله إنه أكبر ولا والله بجرب لازم تقيمكم بالله والله رهيب شكرا على التي شيرت رهيب مقاسي تقريبا أكبر شوي بس أتوقع أنه نظام أوفر سايز يعني يكون أكبر المفروض شكرا رهيب والله طبعا هذه من أكثر الأشياء تقريبا اللي تجينا الفقرات هذه الصغيرة جميلة والله خاصة إذا جدتك شخصية أنت تحبها هذا سوبرمان يا عيني لا يشوفوا والله رهيب صراحة شكرا شكرا للي جاء بالهدية هذه الله يطيك الفاف يا حبيب نجي للهدية هذه هذه والله أنا متحمس لها من أول ما شفتها أولا معها وردة أنا آسف والله ماتت لكن أنا آسف في رسالة إذا ما خذتظني أيوه مرحبا صالح شو الحال شوف الناس اللي تستخدم الكلام اللي يستخدمه ياخي أحبكم هذه هدية بسيطة لأنك تستاهل تعبر عن امتناننا لك وكل شي تقدمه تغيرت كثير بسبب فلتر الإضاءة لكن صنعت بكل حب والله يا رب تعجبك أو تدخل عليك القليل مسرور ملاحظة اللوحة تحتاج تكون مكان منير بس أسرع الرضة اللي ضوه عالي كشافة وإيش دقيقتين عشان توضح أمجات الله يا سيدك يا أمجات شكرا لك على الهدية بأشوفها الحين متحمس أوه شوف شعاري هنا يعني ما نشقت ما نشقت عادي ويا المشغط حقنا امجات والله مرة رهيبة دقيقة هذي اللي يشتوني يشوفها الحين العالم عمره أكثر من مليارات السنين بس أنا محظوظ أني انولدت في نفس الزمن اللي انولدت فيه يا أخي الله يسعدكم والله العظيم انها مرة رهيبة شكرا لك يا مجاد تسلمين الله يسعدك والله العظيم انها مرة رهيبة الله يمكن اكثر شيء عجبني صراحة هي واللوحة الثانية اللي هنا والله مرة جميلة الله يسعدك يا مجاد بخليها الحين على الإضاءة هذه وآسف مرة ثانية على الورد طيب دقيقة لو طفي النور الحين طبعا طفيت اللمبات يا جماعة كاملة حق الغرفة شوفوا كيف اللوحة تنور يا رجل شايفين كيف والله مرة رهيبة دقيقة بشغل اللمبة الحين اوه طلع شكلي خيف شوف 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 دوام والله مرة رهيبة وحلو الصورة مرة حلوة عاجبتني يا جماعة نيجي للهدية الرهيبة هذه من دانو محمد إلى صالح الله يطيكم العافية دانو محمد عموما جايبين لي سبايدر مان وسيارة غوست بوسترز أو صائدول أشباح والله إنها مرة رهيبة خاصة السيارة يعني عارفين أنت اشتبوها أحب سبايدر مان صراحة وبرضو سالفة السيارات فالله يعطيكم العافية دانو محمد حاولت أجيب شيء خاصة السيارات لكن ما حصلت إلا واحد راكب سيارة حرفيا خلاص بس أهم شيء في السيارة خلاص الله يطيكم العافية دانو محمد شكرا لكم على الهديتين الجميلة هذه سبايدر مان يتحرك راسه دقيقة ايه والله شوف رهيب شوف عنده الحبال حاقته خيطة الانكبوت والله أنا رهيب مرة عجبني سبايدر مان طيب خلونا نشوف هذه والله بوابها تم فتح أو هي مفتوح من أول والله رهيبة حتى ذا يتحرك يا عيني والله العظيم أنها مرة عاجبتني سبايدر مان وسيارة صائدو الأشباح والله أنها مرة رهيبة الله يسعدكم يا دانو محمد شكرا لكم على الهدائي اللطيفة هذه والله شكرا طيب نجي للهدائي اللي كانت في بعض الأكياس أنا لأخبط بعض الأكياس يعني رميت فيها أكثر من هذية هذه الذكر أنها من بنت صغيرة بس ناسي اسميك والله فتقول سويت لك سوارة من الليجو فحاولت ألبسها قداما عشان أسعدها وكذا ما قدرت لأن كل ما لبستها مفكت لكن الله يسعدك ما أتذكر اسميك بالضبط لكن شكرا لك على السوارة الجميلة هذه هذه برضو من بنت صغيرة نسيت اسمها أو من ولد نسيت ما أتذكر يا جماعة تكفون حطوا رسائل عشان ما نحط موقف خايص يعطونك هدايا ما أتذكروا ساميهم هذه برضو تكملة للليجو شفوا الليجو كامل هنا أي هذه من بنت صغيرة أتذكرها كاتبة حروفي O-P-Z في حرف الإلبس عادي ما يحتاج مو لازم حرف الإلبس O-P-Z كفي هذه سبحت واحد من الشباب حلف أن يعطيني إياها قلت يا بالحلال هذه لك مدري وقال والله لتأخذها ما كان جوم من ضمن اللي يتصوروا معنا جوه كان بره عند السيارة تذكرك ما تغلع لك يقول يا بالحلال لا وقال والله لتأخذها فالله يعطيك ألف عافية يا حبيبنا شكرا لك هنا رسالة من ناصر إلى أوبلس بالله يشوفوا صالح هذا أنا يا جماعة نفس الشي شوف نفس الشي وين الفرق بالله وين الفرق يمكن اللون فقط هو اللي يفرق غير كذا نفس الشي الله يتكلا لها في ناصر شكرا على الرسمة الجميلة يا حبيبي وهنا من عبد الرحمن إلى أوبلس شكرا لك يا عبد الرحمن يا حبيبي الله يسعدك هذا القناع جائزة أكثر مننا هدية لأن أتذكر في واحد من الشباب جاء كان يصور فيديو يوتيوب والله ناس يسمك بس إذا تتابع الفيديو هذا تكفى وكتف التعليقات خلني أثبت التعليق حقك عشان الناس برضو تشوف الفيديو عموما كان يصور تحديات بيننا يعني يأتي عندي مثلا يقول اختار رقم الرقم اللي يطلع وكل رقم له تحدي مختلف التحدي هذا إذا فست فيه يعطيني هدية فسلك لي وفست الحمد لله يعني وأعطاني القناع الجميل هذا حق سكويد جيم أو لعبة الحبار رقم اللي يرغب الآن اي اي اوه ورع سلمنا افسك بالله كيف كأنه مائل صح حسه مائل شوي بس توقع عاد يعني شكرا لك يا حبيبنا على الهدية الله يسعدك شكرا من اكثر الهدايا اللي يجتني يا جماعة جاني منه ثلاثة تدرون هذا اللي اللي ما يتذكره بوبي بلاي تايم حق لعبة الرعب اللي لعبناه هذيك والله مره رهيب شوفوا الحجم اطول مني بس والله انه جميل ما في رسالة او اي شي بس اتذكر اللي اعطنيها الله يسعدك يا حبيبي شكرا لك والحلو في الموضوع برضو واحد ثاني بس هذا ولده شكله صغير والحلو ان هذا كاتب في رسالة فخلونا نشوف رسالة هذه سلام عليكم انا اسمي ناصر انا من اشد معجبينك بس لو تقدر تكمل سلسلة محاكي المزارع ابشر بذن الله نكملها وهذه هدية بسيطة ان شاء الله تعجبك الله يسعدك يا حبيبي والله انها عجبتني مرة رهيبة شوفوا فرق الحجم واحد ثالث شوفوا ثلاثة بس هذا ما علي اي رسالة نجي للرسائل في رسائل مرة كثيرة جماعة بس ما توقع اني بقراها كلها تدري انك افضل صانع محتوى والاطلاق فضل الله ثم فضلك فضل فيديوهاتك ساعدتني كثير بفترات كانت صعبة لي صالح اقترح عليك تلعب لعبة دينكم اوكي نشيك ان شاء الله جربها اذا عجبتك نزلها كسلسلة من ليان شكرا لك يا ليان الله يسعدك يا رب الى افضل يوتيوبآ صالح الله يطيك الف عافية لي شكرا لك ما blown up و عندنا هنا رسمات شيها الرسمات كاي الله رهيبة يا جماعة ايييييييييييييييييي الكاشخة اويييييييييي stoppingا انا اتوقع نففيpless الشخص رسمني بس بأكثر من ستايل والشعارة حق القناة فالله يسعدك يا حبيبنا شكرا لك و عندنا بطاقة بوكيمون صراحة ما افهم في البوكينون فأنا ااسف لكن شكرا لك على البطاقة هذه مرة حلوة ما أخذينا من السناب وطابعينها تتلزق تفك اللي ورا هنا وتقدر تلزقها إلى أفضل يوتيوبر في العالم أنت أفضل يوتيوبر عندي ودائما أتابعك وأنا من أشد معجبينك أنا دائما راح أدعمك مقرن عبدالعزيز الحمود الله يسعدك يا مقرن شكرا لك أنك تدعمني دائما والله العظيم سعدني كلامك بإذن الله راح نستمر ونقدم أفضل محتوى إن شاء الله برضو هنا عندنا رسالتين رسالة اللي عجبني في الرسالة هذه بقراها إن شاء الله بس خلف الكوليس لكن اللي عجبني البن هذا حق يد البلاي ستيشن شوفون والله مره رهيب صراحة عاجبني وبرضو هنا عندنا رسالة وعندنا تعليقة مفاتيح على شكل يد بلاي ستيشن أو يد إكس بوكس هذه لا لا بلاي ستيشن فيها إكس ومثلاث والرسالة برضو هذه بقراها خلف الكوليس إن شاء الله لا ننسى الترايك برضو من الهدايا الجميلة شكرا لك يا حبيبنا هذا واضح أننا من مدمنين أرك نأتي للكيس اللطيف هذا تمساح الله والله رهيب كأنه مخده بالله يصبر يصبر والله جاني النوم والله جماعة قاسم باللون رهيب والله جامد شوف الفم والله رهيب شكرا لك يا حبيبنا على الهدية الجميلة هذه الله يسعد شكرا هذه من الهدايا الغريبة بس أنها رهيبة كلبين بس يطالونهم تحت هل كذا هم؟ آه كذا شوف شكالهم كيف شكرا على الهدية الجميلة الله يسعدك يا حبيبنا شكرا لك قيل لكم تكفون في رسائل تكفون عشان نقول شكرا يا فلان الفلاني عشان أحس أنها أعمق توصل للشخص وينبسط حتى هو زي ما أسعدني لكن شكرا لك أنت عارف أنت مين اللي جيبت لي الهدية هذه فشكرا للله يسعدك طبعا من أغرب الهدايا اللي وصلتني قهوة ما أدري هل هو محل قهوة حلاء الدمام أوكي فيه رقم هنا وفيه حساب استقرام فدعموهم إذا حابين عد أنا ما أشرب قهوة صراحة كثير فأهلي ما شاء الله مدمنين قهوة فأعطيهم يجربونها ينبسطون فيها إن شاء الله أوه فيها ملعقة بعض والله يستاهلون الدعم شوف حاطيلك ملعقة شوف داخل هذه من شخص اسم سعود أول ما أعطينا الهدية هذه قال لي تدري إني جبتها من جنوب إفريقيا فسعود الله يسعدك يا رب وينما كنت ويحفظك يا حبيبنا شكرا لك على الهدية الجميلة والله العظيم إنها مرة رهيبة بوريكم الآن هذه الهدايا رصنا هنا خلونا نبدأ بالصغير ثم الكبير والله أصغر هدية معنا الله ما هذه زرافة أخص والله والله مرة رهيبة شوف ما هذا خرج صح؟ والله ما أدري وش ذي بس أتوقع أنها من الخرز مصنوعة قاسم بالله رهيبة آه والله حلو ذي شوف تذكرون العاب التركيبات الأحجية اللي تقول تركب قطع بس على شكل الشعار حق قناتي وهنا عندنا الله شوف هذه دقيقة هذه تعليقة صح؟ هذه تعليقة مراية حق السيارة شوف فيها جمجمة والله رهيبة وعندنا هنا تعليقة مفاتيح أتوقع أن جاموس إذا ما أخذ بني لكي تعرفون أنها فعلا من جنوب أفريقيا وهذه شعار القناة وهذا برضو شعار القناة الله يطيك ألفعة فيها سعود شكرا لك والله إنها مرة رهيبة هذا أول صندوق بس نأجي للصندوق الثاني مكتوب علي بات شيف غالبا الله شوف شوف وش الله تبارك الله سعود أنت بتزيد وزنين ش السالفة ش الله أوه 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 للي يعرف هذي وشي يعتبر أسطورة من أساطير الألعاب هذه لعبة قديمة اسمها ستريت فايتر أوه هذا إيش شاحن أوه هذي لمبة يا عيال ولا شاحن ولا إيش معها سلك دقيق دقيق يا بوي آه هذا الجوال قاعدة جوال مثلا شوفوا كيف يمسك الجوال وتقدر تخليه قاعدة يد فالسلك هذا عشان تشحن الجوال مثلا أو تشحن اليد حلو فكرتها والله شوف كيف شكلها والله فنان مره رهيب نجي الأكبر قطعة موجودة عندنا مين يعرف الشخصية هذه الجوكر شوف كيف دائم والله رهيب يا جماعة والله ثقيل حتى شوف حرفيا أكبر شخصية من البوب هذه عندي أي والله ما توقع في شيء أكبر رأيس يتحرك هلا شوف يقدر يتلفت مثلا أنت أتوقف كذا طبعا نجي للهدايا الصغيرة هذه الجميلة سيارة موستينج أتوقع الموديل حقها 67 مكتوب يدرون أن يحب السيارات الكلاسيك ويجبون لي سيارة كلاسيكية الله يسعدكم شكرا و برضو هنا عندنا تأليقة مفاتيح تيربو و عندنا سلسال هذا مو سلسال اسمها قلادة قلادة طبعا مال بس أنا قلايد بس أنا قلادة على لعبة تشاهدون هنا مكتوب من وراء مكتوب و حاطيه شعار الفاير فلايز اللي في اللعبة و هنا عندنا شيء مره رهيب ألا وهو غير غير عادي تعليق انفتيح على شكل غير السيارة بس لو يفوكس هنا أيوه شوف كيف تعشق حط ثاني دقيقة وين الأول أي هذا الأول والله مره رهيب تخيل معك تعليقة مفاتيح هذي و انت طفشان واقف عند شارة والله ينفتح الكبوت قولي لأبوه بتفتح لأبوه ما تفتح بس الكبوت يفتح شوف هذي بعد مو أي مو سنج هذي حق الدراق ريس شوف الكفرات اللي ورا كيف عريضوا شوفوا اللي قدام كيف وبرضه هنا لو تشوفون في الشنطة في الشنطة في اسطوانات غاز حق النايترو شغل شوف المكينة وش المكينة دي والله حتى المكينة غريبة وين مرة شوفها الله العظيم انها مرة رهيبة ويشهد الله يا جماعة اني جدا مبسوط شكرا لكم على الهدايا توقع ان انا خلصنا يا رب اني ما نسيت احد وانا اسف اذا يعني ما شكرت احد باسمه الفيديو هذا كان شكر لكم والله يعني احبيت اني اوريكم هداياكم وانا اصورها وردت فعلي وانا اشوف الهدايا فاتمنى الفيديو عجبكم شكرا لكم على هداياكم الجميلة ما كان لهداعي ابدا انا دائما كل شخص يمدي لي حاجة اقول والله ما كان لهداعي يتكلف على نفسك حضورك الحال يكفي ومدر ايش بس شكرا لكم جميعا على الهدايا الله يسعدكم انو ما كنتم احبكم كرير شكرا لدعمكم من التواصل باذن الله نشوفكم في افنتات قادمة ان شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة